اهلا بكم في بلد ينخر الفساد العديد من مؤسساته ومفاصله جاءت سرقة اموال هيئة الضرائب كالعاصفة التي هزت اركان الدولة المتهالكة فكيف تمت السرقة؟ لدى الهيئة العامة للضرائب في العراق حساب مصرفي في مصرف الرافدين بعنوان حساب الامانات هذا الحساب هو مبلغ يستقطع من اي شركة تتعاقد مع الدولة كضمان لدفعها ضريبة الدخل في تموز من العام الماضي طلبت اللجنة المالية السابقة من وزير المالية في وقتها علي علاوي ان تدقق هيئة الضرائب هذه العملية بلا مشاركة ديوان الرقاب المالية كما ان مكتب الكاظمي اكد هذا الطلب من جديد في ابي 2021 في الشهر نفسه ابي 2021 مدير عام هيئة الضرائب اسام حسام جودت الذي تم تعينه بعد تسليم الكاظمي لمنصبه في 2020 طلب من وزير المالية علي علاوي ان تقوم الهيئة بمفردها بتدقيق هذه العملية دون ما اشراك ديوان الرقابة المالية وزير المالية علي علاوي وافق على ان تقوم هيئة الضرائب فقط بتدقيق ذلك دون الحاجة الى ديوان الرقابة المالية ويقال ان القرار جاء بضغط من مكتب الكاظمي في ايلول 2021 كان هناك ملياران وستمائة مليون دولار اي ما يعادل ثلاثة ترليونات وسبعمائة مليار دينار في حساب الامانات بمصرف الرافدين ما بين ايلول 2021 حتى آب 2022 اصدرت هيئة الضرائب 270 واربعين سكا بالمبالغ لصالح خمس شركات وتقسمت السرق بينها وفقا للآتي شركة الحوت الأحدب سحبت 982 مليار دينار اما شركة رياح بغداد سحبت 477 مليار دينار شركة القانس سحبت ترليونا و185 مليار دينار اما شركة المبدعون سحبت 433 مليار و15 مليار دينار شركة بادية المساء سحبت 624 مليار دينار من هذه الشركات الخمس؟ هذه الشركات عملت لصالح شركة تدعى الاستشارات الصينية وتأسست حديثا برأس مال مقداره مليون دينار فقط ولا تمتلك أي أمانات ضريبية ولا تمتلك حتى توكيلا من قبل طرف ثالث لسحب أمانات ضريبة ما الإجراءات التي اتخذت لكشف المتورطين؟ في أيلول الماضي طالبت وزارة المالية من هيئة النزاهة والقضاء التحقيق فيما يوصف بأكبر عملية اختلاس في تاريخ العراق في تشرين الأول الحالي استدعى القضاء عددا من المسؤولين في هيئة الضرائب فيما أصدر مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات المعنية ووضع الحجز الاحتياط على حساباتها التي حررت لصالحها السكوك في الشهر نفسه استدعت المالية النيابية مسؤولين في هيئة الضرائب ومصرف الرافدين بشأن سرقة المليارين ونصف المليار دولار هذه السرقة الكبيرة التي وصفت بسرقة القرن ولدت العديد من التعليقات ومن أبرزها تأكيد المكلف بتشكيل الحكومة محمد الشياع السوداني بأن حكومته سوف تكافح الفساد وأنه لن يسمح بأن تستباح أموال العراقيين أيضا دعوة للممثلة الأممية جنين بلاسخارت إلى استرداد هذه الأموال المسروقة من الوداء الضريبية وإعادتها لأصحابها الشرعيين وزير المالية السابق علي علاوي في أول بيان له بشان الفضيحة ترليونية نأى بنفسه ورمى الكرة في ملعب المالية النيابية السابقة مؤكدا أن عملية السرقة تم تنفيذها داخل أروقة هيئة الضرائب ومصرف الرافدين رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبور نأى هو الآخر بنفسه مؤكدا أن 95% من أموال الأمانات سحبت من هيئة الضرائب بعد نهاية الدورة البرلمانية السابقة مشيرا إلى أن من أوقف تدقيق الرقابة المالية هو توجيه الإدارة العامة لهيئة الضرائب في بلد يسجل سبقا عالميا بقوة وفداحة وكبر السرقات المليارية التي تحدث في خزائن دولة تقول أنها تحارب الفساد منذ أعوام يبقى التساؤل الأهم هو متى سيتم كبح جماحي الفساد والفاسدين؟ شكرا لكم